السلام عليكم معكم دري حوماتيك في الحلقة السابقة قمنا بإنشاء حساب على منصة بيت كيت في هذه الحلقة سوف نقوم بتأكيد الهوية الخاصة بنا ونرى كم يستغلق وقت من أجل التأكيد وأيضا سوف نرى طريقة التأكيد خطوة بخطوة أيضا كما ترون هنا مكافأة التحقق من الهوية 500 نقطة وهذا صالح لمدة سبعة أيام كما نرى هنا ستة أداء يعني الآن قمنا بإنشاء حساب والآن نريد تفعيله وكما ترون في الأعلى رسالة أو إشعار تأكيد الحساب أو تأكيد الهوية لا يمكنك عمل أي شيء إلا إذا قمت بتمكين الهوية على سبيل المثال نقم بالضغط على إضافة أموال نقم بالضغط على إيداع عملات مشفرة يطلب منا تأكيد الهوية نقم باختيار USDT على سبيل المثال كما ترون مباشرة يطلب منك تأكيد الهوية إذن حتى نقم بتأكيد الهوية إما نقم بالضغط في هذا المكان كما قلنا أو هنا أو هنا يعني نقم باختيار مكان تأكيد الهوية نقم بالضغط هنا بهذا الشكل على الملف الشخصي بعدها نقم بالضغط على تحقق كما ترون إثبات هوية التحقق نقم بالضغط عليها بهذا الشكل إذن تفي في التحقق من الهوية كما ترون المستوى واحد المستوى واحد هاته هي الميزات التي سوف يتم فتحها سلاسة مليون USDT يمكننا سحبها إيداع عملات مشفرة إيداع العملات ورقية تداول بي توبي وهنا متطلبات التحقق سوف يطلب منك وصيقة صادرة من جهة حكومية تحقق تعرف على الوجه يعني تقوم بتصوير الوجه الخاص بك وبعدها سوف يستغرق 60 دقيقة يعني في حدود 60 دقيقة يتم التحقق إذن نقوم مباشرة بالضغط هنا على التحقق في الأسفل كما ترون مباشرة في الأعلى ظهرت معنا الدولة الخاصة بنا تقوم باختيار طريقة التحقق الخاص بك أنا سوف أقوم باختيار بطاقة التعريف الوطني ID Card نقوم بالضغط عليها ونقوم بالضغط على Continue بهذا الشكل في هذه الخطوة يريك طريقة التصوير الصحيح يعني هنا البطاقة ضائرة غير مقبول يعني غير مقبول أيضا صورة مشوشة صورة ضبابية يوجد وهج في الصورة يعني تقوم بالتصوير بالفلاش فصورة غير مقبولة يجب أن تكون الصورة بهذا الشكل نقوم بالضغط على Continue كما ترون في هذه الواجهة يطلب مننا صورة أمامية ويقول لك يجب أن لا يتجاوز حجم الملف 10 ميجا إذن نقوم بالضغط على Continue بهذا الشكل حتى نقوم بالتقاط صورة قم بتحميل هويتك أولا يجب علينا التحميل الهوية نقوم بالضغط على علامة الزائد نقوم بالضغط على السماح السماح البوم الصور إذا كانت لديك في يعني هنا التقاط صورة التقاطها مباشرة وهنا إذا كنت قد قمت بتصويرها سابقا نقوم بالضغط على التقاط صورة صورة الواجهة الأمامية نقوم بالضغط في الأعلى على التأكد بعدها يطلب مننا تحميل الصورة كما ترون جاري تحميل الصورة ننتظر قليلا تم التحقق بشكل ناجح تماما الآن في الواجهة الثانية هنا نقوم بتصوير الخلفية بنفس الطريقة نقوم بالضغط على علامة الزائد التقاط صورة ومباشرة نقوم بتوجيه نقوم بقلب البثاقة بهذا الشكل نقوم بقلبها والتقاط صورة لها بشكل عادي جدا ننتظر قليلا بهذا الشكل قمنا بالتقاطها بعدها نقوم بالضغط على علامة الصحفي الأعلى هنا كما ترون نقوم بالضغط عليها حتى نؤكد العملية بعدها سوف يطلب مننا تصوير الوجه الآن تم اكتمال رفع الصورة الأخرى نقوم بالضغط على كونتيني في هذا المكان حتى نواصل العملية كما ترون في هذه الواجهة تقوم بتصوير نفسك صورة سيلفي صورة سيلفي صورة شخصية تقوم بتضوير وجهك بهذا الشكل حتى تقوم بتأكيد العملية نقوم بالضغط على أنا جاهز حتى نقوم بالتقاط سيلفي كما ترون تم اكمال عملية التحقق لقد أكملت التحقق من الهوية من المستوى واحد سنراجعه في أقرب وقت ممكن ونعلمك بالنتائج من المتوقع أن تكتمل المراجعة في غضون ساعة واحدة يعني في خلال ساعة واحدة سوف يتم إكمال عملية التحقق ويتم إعلامنا على الإيميل إذن كل ما علينا فعله هو انتظار الرد وكما ترون لم تمر إلا دقيقتين حتى وصلتني رسالة من بيتغيت تقول بأنه تم تأكيد الهوية الخاصة بك نقوم بالدخل إلى هناك كما ترون معتمد يعني تم تأكيد الهوية بشكل عادي جدا إذن كانت هذه طريقة تفعيل حساب بيتغيت حتى نقوم بفتح كل المميزات الخاصة بها سواء من التداول من الساحب من باقي المميزات الأخرى سوف تجدون جميع التفاصيل المتعلقة بمنصة بيتغيت أسفل صندوق الوصف نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم